اشتركوا في القناة خلال فترة رئاسة الجزائر للدورة السابعة والاربعين بعد المئة لمجلس الجامعة الوزاري كما لا يفتني أن أشكر الأمان العام للجامعة بقيادة أخي معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام بجامعة الدولة العربية للدعم الذي تلقته الجزائر طيلة فتر رئاساتها أصحاب المعالم والسعادة السيدات والسادة حرصة الجزائر خلال ترأسها للدورة السبعة والاربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على الدفع بعملنا المشترك في سائر جوانبه كما عملت على التفاعل بسرعة مع التطورات المتلاحقة التي عرفتها منتقاتنا وهذا من طلاقا من التزامها بالتضامن مع أشقائها العرب وقناعتها الراثقة أنه يمكننا أن نحل مشاكلنا بأنفسنا دون أن تفرض علينا من الخارج ولقد يتجلى هذا التضامن خلال الاجتماع الطارئ لوزارة الشؤون العرب المنعقد يوم 27 جوليا 2017 طلبا من الملكة الأردنية الهشمية بصفتها رئيسا للقمة وهذا لتصدي الانتهاكات الإسرائيلية ومخططها لتهويد المسجد الأقصى من خلال حجر الرأي العام الدولي للضغط على دولة الاحتلال وجعلها تتراجع عن محاولتها في تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وأبرزها للتصعيد الإسرائيلي ضرورة التركيز على القضية الفلسطينية وهي قضيتنا العربية الجوهرية ونؤكد بهذه المناسبة دعمنا الكامل لشعب الفلسطيني الشقيق حتى نحقق هدفنا المشترك الممثل في إيقاف السياسات السيطانية الإسرائيلية وإيقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة إن الموقع بلادي الثابت المتجدر والنابع من السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بل تفريقة المنبتق عن احترام السيادة الوطنية لكل دولة وعدم تدخل في شؤونها الداخلية والعمل على تسوية النزاعات بطرق السلمية والسياسية عبر الحوار الشامل والمصارحة الوطنية هي المحاور الرئيسية لمقاربتنا من أجل معالجة الأزمات العربية سواء تعلق الأمر بليبيا أو سوريا أو اليمن وغيرها من مؤر التورط والنزاعات سيداتي سادتي موازة مع العمل على إنهاء الصراعات التي أرهقت ملتقاتنا أود أن أؤكد على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لمواجهة أفة الإرهاب بلا حدود من خلال استراتيجية موحدة شاملة ومتكاملة تهدف القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف الذي يسنده وتجفيف منابع تمويله لا سيما من الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة الظلم أمام التحديات التي تواجهها منطقاتنا يتعين علينا إيجاد الحلول المناسبة للنزاعات والأزمات التي يعيشها عالمنا العربي من خلال تعميق حوارنا السياسي والتشاور حول المسائل الإقليمية والدولية الأمر الذي يستدعي بضرورة تحسين أداء الجامعة العربية وفي هذا الخصوص فإن الجزائر مستعدة لإثمس المسار الإصلاح القائم بأفكار تصور والتصور كفير بتفعيل دور جامعاتنا من خلال تجديد أسلوب سير منظمتنا لإرساء العمل العربي المشترك على أسس تسمح للجامعة العربية بالتكفل من شغالاتنا بمزيد من الفعالية أيها السيدات أيها السادة بالتكلف من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز متفليق وبصفتي رئيسا لمسج الجامعة قمت بجولة الشهر الماضي قادتني إلى التسعة ودول العربية سلمت خلالها رسائل موجهة من فخامته إلى ملوك ورؤساء هذه الدول تمحورت حول الوضع في العالم العربي والأزمات التي يشهدها وبحث سبو الدعم وتعزيز العلاقات العربية وتجاوز الخلافات وفضها بدرق سلمية والتصدي للإرهاب وتطرف العنيف وأوليات تنفيذ برنامج إصلاح الجامعة لدفع عن مصالحنا وقضيانا القومية وفي هذا الخصوص التنسل الأهمية التي نليها جميعا لموضوع الإصلاح والإتزاماتنا والإتزامنا الجماعي بالحوار والمصالحة واللجوء إلى الحل السياسي الذي لا يغنع عنه مما يحتم علينا التعاون ورص الصفوف بهذا في التمكن من التأثير على الأحداث لمواجهة الأخطار التي تحقد بمنطقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر